تقارب سعودي التركي مع عدة لقاءات متبادلة بين هذه الدول هو اللقاء الأول بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ العام 2017 حيث شهدت العلاقة فتورا على مدى ما يقرب من ثلاثة أعوام بسبب قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشوقجي في القصورية السعودية بإسطنبول منظر وزير وزير عنا في لبنان حدا ريكد وراه وعن يضربوه للحظة مثل عملية الشارع بتصير خلال الساعات الأخيرة تدول نشطاء لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت لحظة الاعتداء على وزير الطاقة اللبناني وليد فياض الفيديوهات أظهرت اقدام عدد من الأشخاص على التعرض لوزير الطاقة اللبناني بالشتائم وصولا إلى التعدي الجسدي عليه ما تسبب بكدمات له في وجهه ولا السبع زيارة الرئيس التركي أردوغان لبعض دول الخليج استقبل العائل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء الخميس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة جدة وذلك في بداية زيارة الرسمية بدأها الرئيس التركي للسعودية الخميس بمناسبة طلالة شهر رمضان اللي جاي بشوف الرئيس السوري بشار الأسد بيقوم بمبادرة إيجابية وأنسانية بإصدار عفو عن بعض السجناء بالسجون السورية وخصوصا الشباب الذين لم يتورطوا في أعمال قتل وتخريب في سوريا أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من قبل السوريين عدل جرائم التي أسفرت عن قتلى فرنسا ترفع صور الرئيس مكرون في الشارع الفرنسي وذلك خلال المرحلة القادمة إمانويل مكرون سيد قصر الإليزي لولاية ثانية المملكة العربية السعودية أرهت تتخذ قرار بفتح موسم الحج أمام عدة دول عربية وليس من الداخل السعودي فقط وتدريجيا سنرى مواسم الحج المقبلة تستعيد مواسم بأعداد كبيرة ومن جميع الدول الإسلامية والعربية أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية رفع عدد حجاج موسمي هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة ومن خارجها أيضا نشوف مدينة أربيل العراقية في 2022 بتكون سبب ضجة إعلامية بيرزة وصاخبة هجوم صاروخي هو الأول بهذا الحجم استهدف بعد منتصف الليل مقرا قيد البناء للقنصلية الأمريكية في أربيل الهجوم الذي أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤولية تنفيذه نفذ بـ 12 صاروخا سقط معظمها على موقع القنصلية نشوف طائرة عسكرية أمريكية الصنع سوف تضرب هدفا يؤدي إلى مقتل أو اغتيال شخصية قيادية متطرفة بتكون منتمية لأحد التنظيمات الإرهابية المعروفة كان البيت الأبيض الأمريكية أعلن أن قوتنا أمريكية نفذت عملية وصفها بالناجحة قتلت خلالها بالأحرى زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو إبراهيم الهاشم القرشي في بلدة أطمى في ريف إدلب شمال سوريا أرى أن ما سيحصل بالخلاف الحاصل اليوم بين الوزير باسيل والرئيس نبيه برري سوف يشكل أكبر المفاجآت السياسية خلال الفترة ستسبق موعد الانتخابات النيابية ومن هون ستكون المصالحة والتكارب هي الحدث الأبرز والأهم بالـ 2022 ويكون المرحلة القادمة هي مرحلة المصلحة الوطنية اقترب موعد الانتخابات ومعه تبدلت المواقف الأخصام أصبحوا خلفاء والحلفاء أصبحوا أخصام أما من يتصدر المشهد الانتخابي فهو التوجه إلى تحالف على القطعة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل